اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ضيافة كفاء أردنية جديدة ومعي الآن الأستاذ عماد عبد الناصر الخضير طبعا في معرض عماد الأدوات الكهربائية والأستاذ عماد من فرسان التغيير وجيل الشباب اللي عملوا على نفسهم وأسس مشروع ناجح بالبداية أستاذ عماد مساء الخير مساء الفل أهلا وسهلا منورنا عبر شاشة التلفزيون بداية وأنت تمثل بالتأكيد نموذج لابن البلد الأصيل نعرف أستاذ المشاهدين بالبداية بالجانب الشخصي لسيد عماد وانت أشهر ما تعرف بهذا القطاع وهذه المنطقة تتحدث عن مكالوي الآدي والدراسة وبداية حياة العملية والعين تفضل سيد عماد بداية أنا عماد عبد الناصر الخضير موليد عمان وسكان عمان درست في مدارس كلية العلمية الإسلامية مرحلة الأساسية والثانوية خلصت وكملت بالجامعة الهاشمية تخصص إدارة فنادق ومثل ما بتعرف فرص العمل شوية ضعيفة فاتجاهت لسوق العمل تجاهت أني أفتح مصلحة خاصة إلي بحيث أني أجني من وراها فائدة وربح وأبني سمعة أوصل للطموح اللي أنا بدي إياها والحمد لله بلشنا بالمحل هنا في جبل عمان طبعا واحد من أفضل محلات جبل عمان كبيع وكشراء وكصيانة وكقاعدة للزباين في جبل عمان ومحيط جبل عمان بالمناطق الدوار الأول الثاني الثالث الرابع السمعة موجودة الحمد لله والزباين موجودة وشغلينه ما شاء الله علينا نتحدث عن الخدمات بتقدموهن الآن بيستطاعت بتقدموا فرع للصيانة يعني التركيب وبيع جميع لوازم الأدوات الكهربائية المناطق بتغطوها طبعا من منطقة جبل عمان نتحدث عن مصادركم والبضائع وشو موجودة يعني ايش منتوفر خدمات تحديدا صراحة أنا تركيزي على البيع والشراء أفضل لأسباب معينة الصيانة شوي شغلها شحيح الأيام هاية ضعف القوة الشرائية صار شوي يعني أثر على الصيانة كبيع وكشراء أنا متخصص في الإنارة تقريبا بشكل أكبر من الشغلات الثانية اللي احنا مسميها فيتنكس تانية الإنارة لمبات تسبتات يعني شغلات أنا بالنسبة إلي عليها طلب وعليها ربح وعليها فايدة وفيها أشكال وألوان قسم الصيانة عندي متوفر يعني الشباب ما شاء الله عليهم يعني سمعتنا في جبل عمان خلينا نحكي شغل نظيف أسعار كويسة منغطي جبل عمان بكامل ضواحية يعني الأول الثاني الثالث الرابع منوصل للخامس للسادس زبون بدل زبون من خارج من عمان الغربية عمان الشرقية يعني بفضل من الله سمعتنا في كل عمان أحسن من غيرنا وغيرنا أحسن منا هذا فضل من الله نشتغل على حالنا بحيث أننا نوصل لمرحلية إحنا بدنا إياها وبتعرف يعني طبعا الواحد ما بيقدر يوصل لللي بده إياه إلا ذا اشتغل وتعب وأسس حاله وتعب على حاله بصدق أهم إشي في التعامل تجيب إشي نظيف بضاع نظيفة تعرف كيف تسوقها تعرف كيف تبيعها تعرف كيف تشتريها ما يكون سعر غالي تواكب السوق والتطورات يعني السوق الأيام هاي شوي ضعيف تدار الكبار عمالهم بيأثروا كثير على التدار اللي زينا أنا في مقتبل العمر يعني ولسه في بداية شغلي فبهمني أني أحصل سعر قليل جودي عالية أبيعي بسعر قليل عشان أكسب زبوني لقدام عشان أبني قاعدة قاعدة خلينا نقول قاعدة مستهلك يكون عماد المرجع الأول والأخير في جبل عمان وضواحي بالنسبة لأي أمور تتعلق بالكهرباء جميل أستاذ عماد يعني نتحدث عن أبرز المشاكل والموقعات بتواجهك بالغير والله لا يخلو يعني الأمر أي شغل بالدنيا فيه إلها تحديات وصعوبات بتواجهك يعني إحنا المشكلة أكثر إشي بيواجهنا وصعوبات في ظل الأوضاع اللي إحنا فيها كأجرات محل شوي غالية كضرائب على البضائع شوي غالية ضعف الأشغال أدى لسلوكات خاطئة من بعض التجار مثلا بيشتري بضاعة بسعر ببيعها بسعر أقل بيأثر علينا في البيع والشراء الزبون بأخذ فكرة أنه أنت عمالك تضحك عليها هي مش هيكة هي أنه في زبون في تاجر محتاج مصاري بده يكيش إحنا نسمي مبدأ التكيش أو الحرق بيأثر علينا بظورنا هذا أكبر تحدي والتحدي الثاني اللي صبقه حكيت لك عنه اللي هو الضرائب شوي يعني والأجرات المحلات الترخيص الشغلات اللي إحنا يعني الحمد لله إنه ندفعها وإحنا راضين لأنه إشي مكمل لشغلنا ما منقدر نستغني عنها لازم نعملها مشان شغلنا يمشي جميل الآن نتحدث يعني أستاذ عماد بعدها النجاحات بعد النجاح هذا المشروع بعدها التميز يعني ثقتك من نفسك عالية أنت يعني بتحدي مع نفسك ومع الآخرين بما يخص أنه تريد أن تكون المرجع الأول والأخير بما يخص موضوع الكهرباء ومنطقة جبل عمان طموح كبير نحييك عليه طموحاتي القادمة بيخص موضوع التوسع سواء عن إطاق الموقع الجغرافي أو بمجال العمل طموحاتك ورؤية المستقبلية طبعا طموحاتي أنا بالنسبة اللي قلت لك شاب في مقتبل العمر طموحاتي يعني توصل عناني السماء خلينا نحكي بس ضمن المعقول يعني راح أتوسع أول إشي بفروع تانية يعني حاليا عمالي بفكر في عمان الغربية أشوف موقع كويس مناسب لأنه في إليزباين في عمان الغربية بس بيواجه صعوبة بالوصول إلي فأنا لازم أنا اللي أوصلي لهم بحكم أني أنا بدي أبني شهرة بدي أعمل اسم طموح اللي أكبر من هيك أنه أنا لحد هسا يعني صار لي الحمد لله فترة من الزمن عمالي بشتغل أطلع أستورد أنا أجيب بضاعة باسمي لما يفوت عليه لزبوني اللمبة باسمي أنا بالاسم اللي أنا بالبراندي اللي بدي أياه أنا بدل ما أنا مثلا بشتري من هون ومن هون لا بدي أطلع أستورد مشان القاعدة اللي أنا بنيتها تنبنى على الإسم تبعي على اللي بضاعة اللي كوالتي تبعتي على الجودة والسعر المنافس اللي أنا بقدر أنافس فيه أتميز عن غيري أصعد السلم الواحد بيحكي كل درجة لا أنا بدي أصير أطلع كل ثلاث أربع درجات مع بعض عشان يعني أواصل وأوصل للي أنا بدي أياه واللي أنا بدي أياه طبعا مثلي مثل أي واحد في عمري يعني بيحب أنه يتحقق طموحه ويتميز طموح ورؤية مستوخلية جميلة أستاذ عماد ينتحول لموضوع آخر نعمة الأمن والأمان هالمنظومة الجميلة هي اللي بتميز الأردن عن أي موقع بالعالم يعني نتمنى السلام لجميع الدول حوالينا بيقول الأردن يعني حديقة داخل حريق ماذا تعني الأستاذ عماد نعمة الأمن والأمان هذا موضوع الأمن والأمان موضوع كبير يعني لو بدي أحكي لك عنه يمكن ما بكفناش قاعدة ساعتين ثلاثة بس إحنا بالمختصر نحكي دايما أنه بفضل من الله ومن القيادة الهاشمية الله يخلينا إياهم ويطولوا بعمر سيدنا ويحميها البلد ويحميها الشعب يعني إحنا النعمة الوحيدة اللي عمالهم بحسدون عليها وأنت ملاحظ أنه إحنا داخل لهيب يعني محترق كليا وإحنا البلد الوحيد اللي زي شمعة منورب ظلام أمن وأمان فيه بتمشي بالشارع بالليل بتطلع بالليل ما بتخاف بتنام بتترك عيالك نايمين في البيت ما بتسأل عندك أمن أمان الحمد لله رب العالمين نعمة هاي نحسد عليها نعمة بنشكر الله عليها فيه غلاء وفيه ضرائب وفيه 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 فقر وفيه ناس مش فقير وفيه ناس بس الحمد لله عند نعمة الأمن والأمان ما حدا بقدر يزاود علينا فيها عند نعمة الولاء والانتماء للملك وللعائلة الهاشمية وللبلد ما حدا بيزاود علينا عام الوافد عايش أحسن من ابن البلد بالاحترام وبالأمن وبالأمان بيجونا من آخر الدنيا من كل دول العالم عشان إنه عنا هون أمن وأمان الحمد لله ما في بلد في الوطن العربي إجمالا فيها أمن وأمان ما في بلد بالوطن العربي بتقدر تمشي بعد الساعة 11-12 بالليل لحالك بالشارع صحي أستاذ عماد الآن يعني جلالة الملك قبل أسابيع بمحافظة الزرقة حكى أنا أستمد العزم منك أنت كأحد فرسان التغيير وعندك هال عنفوان عندك هال هالرؤية المستقبلية عندك هالطموحات كبيرة أحد فرسان التغيير لو قدره لك ونتقيت بجلالة الملك وجه هاللي وجه لسألتك لجلالة الملك شو في مطالب شو بتحب تحكيله أحكي لك ياها بالعامية سيدي جيش أول ملك شو بتستنى من شعبه الله إنت أولنا فما بالك في آخرنا الله إنت أبونا إنت مربينا إنت حامينا شو بتستنى من شعبك إحنا حواليك ومعاك وإحنا أولادك الصغار وإحنا شعبك الوفي وشعبك المنتمي وإن شاء الله إحنا على طول بالأمن والأمان ماشي معاك وإلك يا رب يعني مع هالكلمات الطيبة من الأستاذ عماد نستذكر هنا كلمات جلالة الملك عبد الله في محفل آخر عندما تكلم وقال ارفع راسك أنت أردني همات الأردنيين دائما مرفوع علي بهمت النشام أمثالك أستاذ عماد أنا بحييك على هالروح الوطني بحييك أنا ابن بلد أصيل في نهاية لقاءنا بس نحدد لسان المشاهدين كيفية التواصل معك الآن بالعنوان رغم الهاتف في وصالة التواصل الاجتماعي لإيميل العنوان طبعا عنواني في جبل عمان شارع المطران مقابل مدرسة الرهبات الوردية تخصص زي ما حكينا كهربائيات إنارة تمديدات صيانة منازل بشكل عام مشاريع اسكانية مناخد عنا شغيلي عنا ستف كامل من الشغيلي والشباب اللي ما شاء الله عليهم ما بتقصر تلفونا 079-6371-601 أنا عماد صاحب المؤسسة بتشرفونا في أي وقت بتحبوا تزورونا تطلعوا على منتجاتنا تطلعوا على شغلنا بتحبوا نعطيكم أسعار شغل مشاريعنا نورجيكم إياها شو بدكم إحنا جاهزين والمحل بيعتبروا المحل لكل المشاهدين ولكل المستمعين وأهلا وسهلا فيكم بأي وقت اشتركوا في القناة للملقة وزنود الصمراء بالزرقاء عزيمة وبوحدي مبرجة وطافيلي والعدباوي ميامية جارشي مدباوي أهل الكرم والحمية نشفيوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية حصلوا إسراء اشتركوا في القناة